زيرة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إلى بغداد تمثل حالة القلق الذي تعيشه طهران لأنه من الممكن أن تكون الأراضي العرقية ساحة ومنطلقا لتصعيد حليفة واشنطن نحو الأراضي الإيرانية وهذا ما نفع بوزير الخارجية العرقية للمطالبة بأن لا يكون العرق ساحة لتصفية الحسابات متبعين كراما التصريحات الرسمية العرقية تؤكد أنه لن يكون مع إيران بل هو أنصر تهدئة وليس أنصر ضمن محور ضد أي محور آخر بنتائج انصهار العرق ضمن سياسة المحور سيجر العرق إلى ويلات كبيرة متبعين كراما جزء من استراتيجية وزير الخارجية الإيرانية هو أنه لديه رحلات مكوكية فالعرق محطة بسيطة لهذه الرحلات وهو يدرك أن ما تريده إيران من العرق قد حصلت عليه من خلال الفصال المسلحة المقربة من طهران وهي تدرك أن العرق لا يمكن أن يكون ضمن محورها إيران متبعين كراما تريد الحصول على أرض تمنع عنها المخاطر الأمنية والعسكرية وهذه أبرز أسباب زيارة وزير الخارجية الإيرانية لكن في ظل التطورات العسكرية بحليفة واشنطن أصبحت كل الأجوال العرقية مفتوحة لشني أي هجمات ضد إيران عنقش يريد أيضا من زيارته المكوكية إيجاد خلول دبلماسية تمنع أي عدوان ضد طهران ومحاولة منع اتساء دائرة الحرب فهل ستكون أكثر المتضربين خاصة على المستوى الاقتصادي وهل الحكومة قادرة على منع أي اعتداء ضد إيران من الأراضي العراقية؟ اشتركوا في القناة